بهدف سياغة مثاق أخلاقي يضمن حماية اللاجئين والمهاجرين اجتمع عدد من الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في بلدان ضفتي المتوسط برعاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقد ركز مؤتمر حماية اللاجئين والهجرة المختلطة على ضرورة الحسم في مصير مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين العالقين سواء في مدن انطلاق موجة الهجرة السرية أو مدن الوصول كنا نستقبل سابقا مجموعات كبيرة من اللاجئين لمدة قصيرة ولكن للأسف الآن نستقبل أعداد كبيرة ولكن تطول المدة في المهجر أو بالمنطقة لهذا فطبعا نحاول دائما نحاول على دعم البلدان المضيفة للاجئين ونحاول أن نعمل على أن يكون اللاجئ هو داعم لنفسه ولا يعتمد على المساعدات الإنسانية الدائمة المؤتمر تناول بصفة خاصة قضية الهجرة واللجوء في منطقة شمال إفريقيا التي تعد من أهم مناطق موجات الهجرة نحو أوروبا لسيما بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الأخيرة والتي باتت بؤرة عبور لأكثر من مائة ألف لاجئ سنويا في قلب الرحاة لأنها مكان هجرة مكان اقتبال ومكان عبور في نفس الوقت ولهذا فالوضع الهجرة واللجوء في شمال إفريقيا بصفة عامة متميز عن المناطق الأخرى بهذا التعقل أي بثلاثة أبعاد جلسات مؤتمر حماية اللاجئين تطرقت أيضا إلى وضع أكثر من مليون لاجئ في تونس جلهم من حاملين جنسيات الإفريقية إلى جانب اللاجئين السوريين المثاق تونس لحماية اللاجئين انتهى إلى توجيه توصيات إلى جميع الأطراف الفاعلة في قضايا الهجرة بضرورة أن تكون سنة 2018 سنة حسم آلاف الملفات العالقة للاجئين في منطقتين شمال إفريقيا وأوروبا تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية تعرقل جهود المنظمات الفاعلة في قضية اللاجئين والمهاجرين ولكن ذلك لا يمنع الأمل في أن تكون سنة 2018 سنة الانفراج في هذه القضية الشائكة من العاصمة التونسية توفيق العيشي الحرة